السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار سر للموظفين والمعاشات شاهد المستفيدين من تعديل الأساسي على 14-5-2017 والفروق المالية حسب الدرجة الوظفية الأحباب الكرام اليوم بنزف لحضراتكم خبر سر هيسعيد جميع الموظفين وأصحاب المعاشات هنشاهد من خلال الفيديو المستفيدين من تعديل الأساسي على 14-5-2017 مع تعديل كافة عناصر المرتب وصرف الفروق المالية حسب الدرجة الوظفية بس يريد قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام واليوم إن شاء الله هنتعرف مع بعض على تفاصيل الخبر زي ما قلت لكم في ناس هتستفيد من هذا القرار وفي ناس مش هتستفيد إلا بشيء بسيط جدا جدا وفي ناس مش هتستفيد خالص يلا نتعرف على المستفيد واللي مش هيستفيد واللي هيستفيد بنسبة بسيطة من تعديل الأساسي على 14-5-2017 عندنا يا جماعة جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعشد هنشوف العاملين بالدولة بيخضعون إلى إما قانون الخدمة المدنية رقم 81 أو قوانين خاصة مثل المعلمين وما في مستواهم والأطباء وما في مستواه قانون الخدمة المدنية ثبت الأساسي على 36-2015 طيب نوضح أكتر جماعة الخضعين لقوانين خاصة مرتبتهم عبارة عيها جماعة عن أجر أساسي وده ثابت من 36-2015 وأجر متغير عبارة عن حوافز وبدلاته وكادر ومكافآت وما إلى ذلك طيب المتغير ده مرتبطة جماعة بالأساسي دون تغيير يعني لو شفنا الحوافز والبدلات والكادر والمكافآت هنلاقيها أنها مرتبطة بـ 36-2015 ما تغيرتش تماما لأنها نسبة من هذا الأساسي طيب نشوف مثال كده لو عندنا الأساسي في 14-5-2017 حسب خطاب وزارة المالية مع إضافة ثلاث علاوات سهمنا لكم فلو كان الأساسي في 36-2015 افتررنا مثلا 400 جنيه ممكن يبقى 400 ممكن 500 وممكن 600 وممكن 300 جنيه أو أقل ده الأساسي في كام في 36 اللي هو الأساسي بتاعنا اللي هو 2014 هيصبح في 14-5-2017 500 جنيه يعني زاد 100 جنيه كده الزيادة مش 100 جنيه فقط زيما أنت متخيئ لا انتبهي معايا كده الزيادة هتشمل زيادة في البدلات والحوافز وكافة عناصر المرتب لو شفنا أن الزيادة في الحوافز والبدلات والمكافئات فهي عبارة عن نسب متخدى من الأجر الأساسي بمعنى أن هنشوف أن عندنا في ناس بيبقى واخد نسبة 314% وفيه 400% يعني اللي واخد 314% ده يعني عبارة عن 314 جنيه زائد 100 جنيه يبقى 414 جنيه شهري بتحط في المرتب طيب ويه كمان وكمان أنه هو بياخد بأسر راجعي 5 سنوات يعني 414 جنيه بنضربهم في 12 شهر وبعد كده اللي يطلع نضربه في 5 سنوات ده بالنسبة للفروق اللي هي الأسر الراجعي اللي هو 5 سنوات وده أنا بديك مثال يعني أنت ممكن يوصل لـ 18 ألف 20 ألف 30 ألف 40 ألف ده الأسر المتجمد أو الأسر الراجعي اللي هو مدته 5 سنوات طيب الناس اللي طلعت معاش مصيرهم إيه أنا قلت تقادم خمسة يعني إحنا الآن في كام في 2023 يبقى من 2018 ثانيا الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مرتباتهم عبارة عن هي يا جماعة أجر وظيفي وعبارة عن الأساسي مضروف في 2 زائد 5 علوات منضافة للأجر الوظيفة طبعاً لو شفنا في الخاضعين لقوانين خاصة اللي علاوة وانضافة علاوتين يبقى 3 فقط لانضافهم لكن هنا منضاف خمس علوات مع الحوافز والمكفآت والبدلات ومنحة عد العمال والمنح الإضافية والاستثنائية وما إلى ذلك ده بالنسبة للأجر الوظيفة بالأجر المكمل هو كل ما يتقاضها الموظف غير المدرج في الأجر الوظيفة لو حبيت أعدل الأساسي على 2017 يميها الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على 14-5-2017 إيه لا هستفيدوا مثلاً؟ هل هستفيد مثل أصحاب القوانين الخاصة؟ للأسف الشديد لا ليه؟ لأن ما عنديش أي شيء مرتبط بالأساسي ده اللي يعني ما عنديش حاجة مرتبطة بنسب في الأساسي لأن كلها مبالغ مقطوعة وزي ما قلنا أجر وظيفي وزي ما شرحت لكم عن الأجر الوظيفي والأجر المكمل طيب إلا بقى فئة بسيطة جداً الفئة دي اللي هي بتعمل في التربية والتعليم يعني فئة خاضعة لقانون الخدمة المدنية وتعمل بالتربية والتعليم أو التعليم العالي دي اللي هم مكافأة الاستفادة غير مجدية بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية انتظرونا على قناتكم مع أخبار جديدة حصرية ومتنوعة هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته